رب إشارة أبلغ في مضامينها من عبارة لم يكن بمقدور هؤلاء النطق بها أمام الآخرين فهم سلة من ذوي الإعاقة السمعية والكلامية في السودان هنا في مقر منتداهم اليومي بمنطقة الحاجوسف شرقي العاصمة الخرطوم يطرحون بينهم همومهم وقضاياهم المعيشية وليس بينهم من تلقى حظا في التعليم أو تقلد منصبا مرموقا منسيون في بلد يقول واقع الحال إن الحقوق فيها غالبا لن تجد أذن صاغية من قبل الحكومة إلا بالتظاهر أو حمل السلاح أكثر من مائة ألف شخص وفق إحصائيات نشرها موقعهم الرسمي هم من ذوي الإعاقة السمعية والكلامية في السودان رقم يتضاعف كثيرا لدى بقية فئات الإعاقة الحركية والبصرية وغيرها جميع هؤلاء يشتكون من حرمانهم من التوظيف في دواوين الحكومة على الرغم من وجود قانون خصص لهم ما نسبته 2% من جملة الوظائف في المؤسسات العامة والخاصة نحن ما بنقول وصلنا مرحلة الرضا التام لكن عندنا ولايات نموزجية فأغت النسبة المئوية والذي دريد أنه بيقت أنه ما لقيموا عاقين يوظفهم زي ولاية نهر النيل ولاية الخرطوم في فترة سابقة عينت 5% اتساع رقعة الفقر والمرض وانتشار الحروب أسباب حسب تقارير سابقة لمنظمات وجهات مهتمة أدت إلى وصول معدلات الإعاقة في البلاد إلى نحو 5% غالبيتهم في المناطق الريفية خطر اجتماعي بتبعات اقتصادية يرى البعض أنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام لا زال البعض ينظر إلى المعاق بنظر دونية وينظر إلى المعاق بمعزل عن المؤتبع باعتباره أنه هو وصما اجتماعية بمعنى المعاق لم يتعامل تعامل أخيه السوي الذي لا يعاني من العاقات قيمة الإنسان في الحياة ترتبط بعقله لا بجسده ولذلك ليس من الصواب إذن الحكم على هؤلاء بأنهم غير قادرين على البذل والعطاء ولكم أثبتت التجارب نجاح كثير منهم فيما فشل في تحقيق آخرون أصحا عبدالباق العوض الحرة الخرطون ترجمة نانسي قنقر